بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام ليث الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام أعمال ليلة القدر ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هذه الليلة التي سيختم فيها الإمام المهدي عليه السلام بخاتمه على صحيفتك ويكتب قدرك لسنة قادمة بإذن الله عز وجل لذلك تعتبر هذه الليلة من أهم الليالي في حياتك فابذل وقتك في العبادة والطاعة والتقرب من الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام ومن أهم تلك الأعمال في ليلة القدر ليلة الثلاثة وعشرين من شهر رمضان هو ما أورده العلامة المجلسي رضوان الله عليه قال أولاً قراءة سورتي العنكبوت والروم ولقد قال الإمام الصادق عليه السلام إن من قرأ هاتين السورتين أوجب الله سبحانه وتعالى له الجنة البتة أي قطعاً ستدخل الجنة قطعاً وإذا كانت عليك ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة والاستغفار قبل أن ترحل من هذه الدنيا كذلك العمل الثاني هو قراءة سورة القادر ألف مرة فإذا لم تستطع فلا تحرم نفسك اقرأها مئة مرة من قرأها ألف مرة خرج من رأسه نوراً إلى عنان السماء ورفع دعاؤه مجاباً لا محالة إلى اللوح المحفوظ ولا ينزل هذا النور إلا بقضاء جميع حوائجك فلا تتر قراءة سورة القادر في أي حال من الأحوال العمل الثالث والمهم هو الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء لماذا؟ لأنه كما قال الإمام الصادق عليه السلام من دعا لقائمنا فإن قائمنا يدعو له وطوبى لمن دعا له إمام زمانه فإن دعوة صاحب الزمان لا ترد أبداً أكثر من الدعاء للإمام الحج عليه السلام فإن فيه فرجك عنده وعند الله سبحانه وتعالى ويفرج عنك لسنة قادمة كل هم وغم وضيق ويحل لك كل مشكلة ويكتب لك حياة رغيدة مرفها مليئة بالبركات وقضاء الحاجات على مستوى نفسك وبدنك وأموالك وعيالك وأهلك وكل ما تملك كذلك العمل الآخر تقول اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كذلك هناك دعاء يروى تقول اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عام هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي كذلك زيارة الإمام الحسين عليه السلام وهذا الأمر يعتبر مهم جدا 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 لأن زيارة الإمام الحسين من قربة أو من بعد فهي كفارة للذنوب العظام دمعة واحدة على الإمام الحسين تطفئ بحارا من النيران وتفتح لك أبواب السماء بعد أن أغلقت في وجهك تفتح مغاليق السماوات جميعا أمام وجهك وتكون السماء مفتوحة أطلب منها ما شئت وهي تبلغ رضا صاحب الزمان سلام الله عليك إذا أردت أن تحصل على رضا الله ورضا رسوله ورضا صاحب الزمان في ليلة القدر فاذكر الحسين عليه السلام وابكي على الحسين عليه السلام فإنه مصباح الهدى في ليلة القدر وسفينة النجاة في ليلة القدر التي توصلك إلى حقيقتها حتى أنك تشعر بأنفاس صاحب الزمان سلام الله عليه كذلك تعرفون بأن الغسل في ليلة القدر يعتبر كذلك من الأمور المهمة جدا وكذلك صلاة مئة ركعة ولها فضل كثير وأكدتها الأحاديث هو أنك تصلي ركعتين ركعتين بهذه الصورة وبعد ذلك أنك تقرأ دعاء الليلة الثالثة والعشرين وهناك الكثير من الأعمال الصالحة يمكنك أن تفعلها من لم يستطع أن يفعل هذه الأعمال من لم يستطع فيمكنه الاكتفاء بالصلاة على محمد وآل محمد وكذلك الاستغفار لمن لا يستطيع أن يفعل هذه الأعمال وكما قلنا سابقا بأن رجلا في موسم الحج رأى مولانا الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله إني سمعت الحجاج يقرؤون الأدعية والزيارات ويقومون بالصلوات وإلى غير ذلك وأنا لم أستطع أن أفعل ما فعلوا لذلك اكتفيت بالصلاة على محمد وآل محمد ماذا تقول في ذلك؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام ما خرج أحد من الحج أفضل مما خرجت أنت فيه فلذلك لن يخرج أحد في ليلة القدر أفضل مما خرجت أنت فيه إذا اكتفيت بالصلاة على محمد وآل محمد فإن جميع هذه الأعمال لا تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد وكذلك جميع هذه الأعمال لا ترفع إلا بالصلاة على محمد وآل محمد وكذلك حقيقة هذه الأعمال إذا لم يكن فيها إقبال وندم واستغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى لن تقبل فاجعل جناحيك الصلاة على محمد وآل محمد والاستغفار وحلق في ليلة القدر إن شاء الله لقضاء حوائجك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام هذه الأمور جدا مهمة جدا مهمة في ليلة القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وإياكم لذلك وإن شاء الله من أراد زيارة الإنابة لمرقد الإمام الحسين في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فليسجل اسمه وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى ونسأل الله القبول ولا تنسون أنتم أيضا من فاضلي دعواتكم برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام